مع بدء العمل بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا على بعض المصارف الروسية تحاول هذه المصارف مواصلة تقديم خدماتها الاعتيادية للجمهور في مدينة سانت بيتروسبورغ ثاني اكبر مدن روسيا يواصل السكان التعامل مع اجهزة سحب واداع النقود الالية لكن بالنسبة لتحولاتهم بالدولار الامريكي واليورو يحتاج الامر الى الاستعانة بموظف البنوك علهم يتمكنون من مساعدتهم واجه نظمون المصرفي بعض المشاكل ابتداء من 25 فبراير الماضي فبعض اجهزة السحب والاداع والتحويل الالي لم تعد قادرة على اداء مهمها وعلى الجمهور الانتظار لبعض الوقت لكي نتمكن من مساعدتهم دول اوروبية عدة والولايات المتحدة وكندا اعلنت عن حرمان بعض المصارف الروسية من العمل بنظام التحويل الالي الدولي سويفت الذي يستخدم في معظم التحويلات المالية الدولية اجراء سيكون له اثر سلبي على الاقتصاد الروسي لعرقلته انشطة المصارف الروسية وقدرتها على تسوية تحويلات مالية دولية اجراء سيكون له اثر سلبي على الاقتصاد الروسي لعرقلته انشطة المصارف الروسية وقدرتها على تسوية تحويلات مالية دولية المصارف المشمولة بالعقوبات وزبائنها لن يكون بامكانهم استخدام بطاقات ائتمان فيزا ومستر كارد خارج روسيا وهناك خدمات اخرى مثل جوجل باي وابل باي لن تعمل في روسيا واذا زاد عدد المصارف الروسية المشمولة بالعقوبات فسيتأثر الشعب الروسي بشكل متزايد وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية المحلية او الدولية يضيف الباحث الروسي مغادرة نظام سويفت لن تؤثر على المبادلات التجارية المحلية داخل روسيا لكن عندما يتعلق الامر بالمبادلات الدولية يمكننا استحداث نظام تحويلات ثنائية مؤقت واذا وقع التجار من الجانبين على التفقية تعاون بهذا الشكل فيمكنهما تجاوز نظام سويفت بنجاح وبالاضافة الى حرمان مصارف روسية من استخدام نظام سويفت قررت دول اوروبا فرض حظر على التحويلات مع مصرف روسيا المركزية كما فرضت قيودا على ولوج المصرف الروسي الى اسواق المال والخدمات الاوروبية